دكتور عمر اسمح لي المقاطعة لكن أحب برضو أعرف من حضرتك استراتيجية التأهيل كيفية التأهيل كيفية تأهيل الكوادر دي ممكن تكون ازاي أولا لازم يدرس دراسة وافية لما يقول ويجب أن يدرس دراسة علمية من الأساس القرآن ومن السنة ويجب أن يبتعد فيما يقول عن الغلو والتطرف وما يدعو إلى التخويف من فكرة أن الإسلام تطرف أو دين عنف قضية الإسلاموفوبيا هي القضية الأساسية التي نكافح من خلال اتحاد الإزاعات الإسلامية لمحاربتها وإذبات أن الإسلام دين وسطي ومعتدل لم ينتشر بالسيف لكن بالكلمة الطيبة فالحقيقة أن الدول العربية عندها والدول الإسلامية عندها نفس المفاهيم لكن نحن نحاول أن نوجد حتى سياغ مشتركة بفكرة أن نحن يمكن أن نعمل برامج ما بين مجموعة من مقدمة برامج تليفزيونيا وإذاعيا ستجد مثلا مزيع من باكستان ستجد مزيع من مصر مزيع من اندونيسيا مزيع من الأردن مزيع من السودان يلتقوا جميعا ويمكن هذا برنامج سيعلن عنه بعد الأيد الكبير لأن رسالة الإسلام واحدة وكلنا معتدلين وكلنا ضد الإرهاب والتطرف ونبحث عن رفض فكرة الإسلام المفاهيم ترجمة نانسي قنقر